ببتدي اخبار الاهلي احنا قلنا امبرح محمد محمود لعب النادي الاهلي يعني اوقع على مدة زيادة في عقده اللي بتصل لخمس سنوات مع النادي الاهلي وكان من المتوقع ان فكرة زيادة الوقت او زيادة مدة العقد بالنسبة لمحمد محمود انه يبقى فيه وقت كافي ان هو يقدر النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي ان هما يعروق بحيث ان محمد محمود فترة فاتت من الاصابات قعد مدة طويلة رجع مسلماني برضو عنده مجموعة من اللعيبة متسكنة وبتلعب بشكل اساسي وبتقدي بشكل كبير وبالتالي محمد محمود مهم جدا ان هو ياخد خطوة الاعارة ويرجع لمستوى ويرجع بالشكل الجيد ويرجع مرة اخرى وهنا اعتقد ان خطة النادي الاهلي دايما باستمرار ان انا بزود مدة العقد اللي اللعبين وابتدي اعارهم يرجعوا لمستوىهم مرة اخرى يرجعوا لو النادي عايزهم يبتدوا موجودين بشكل اساسي لو النادي مش عايزهم للا بيبيعوا او بيعيروا مرة اخرى اعتقد دي خطة النادي الاهلي في عملية تسويق اللعبين والتعاقدات والامور الخاصة بين اللعبين وبالتالي طبعا ممكن محمد محمود في الفترة اللي جاية او مداية من الموسم الجاية في نهاية الموسم ده كمان يعني هيبقى في اتفاقات خاصة باقعارته لأحد الاندية في الدور مصري او حتى خارجيا يرجع بقى بشكل جايد لانه واحد من اللعبين المميزين صراح عنده مهارة عالية جدا ولكن طبعا ظروف الاصابة ما ساعدتهش في الفترة اللي فاتت بلان بي دايما النادي الاهلي والاندية الكبيرة بتعمل الخطة التانية او البديلة في وقت من الوقت يعني برضو خروج من افريقيا اثر بشكل كبير جدا على اسهم مسلمين داخل النادي الاهلي وفي نفس الوقت في دايما زي ما بنقول كده لجنة التقطيب بيبقى لها وجهة نظر شركة الكورة بيبقى لها وجهة نظر الادارة ليها وجهة نظر كابت الخطيب طبعا كرئيس النادي واحد اساطير الكورة في مصر ليه برضو بيبقى وجهة نظر وبالتالي طبعا بيبقى فيه عملية المشاورات دائما وبالتالي خروج من بطولة افريقيا او عدم الحصول عليها اصارت بشكل كبير على مسلمين عشان كده هو حتى في تصرحاته ووجوده حتى في جنوب افريقيا والتصرحاته يقول لك انا مش اول ولا واحد ها بيخسر هي كرة كده انا خدت اتنين خسرت واحدة يعني بيتكلم على بطولة افريقيا وبالتالي المدربين في العالم بيحصل كده بصوا ليفربول بصوا للاندية الاخرى في العالم ولكن النادي الاهلي بيعمل البداية فكرة اي مشكلة ممكن تحصل في اي مباراة قادمة بالنسبة لمسلمين ممكن تقلم من اسمه بشكل كبير عشان كده النادي الاهلي ممكن يبقى فيه بداية اخرى وفيه اسماء ممكن بتضطرح بشكل كبير البرتغالي فيتورا احد المرشحين في حالة استغناء عن مسلمين لا قدر الله لو حصل مثلا للنادي الاهلي اي مشكلة في الفترة القادمة واهمها وابرزها في الفترة القادمة هي ماتش الزمالك او لقاء القمة ما بين الناديين والتالي ده المدرب ده احد المرشحين وكنا قلنا سيزا برضو احد المرشحين والاسماء المطروحة فيه على الساحة بالنسبة للنادي الاهلي وتتردد داخل النادي الاهلي في الوقت ده محمود جاد واحد من ممكن كان معنا رئيس نادي امبي بالامس وكلمنا على ابوكا وكلمنا على محمود جاد ان هل حتى الان الامور مشى بالنسبة لهم فيه مفاوضات من الان ده اللي راجل ما فيش اي حاجة حتى الان بالنسبة لمحمود جاد رسمية جات للنادي لكن ممكن يبقى فيه تواصل ما بين النادي واللعب عشان برضو تبقى فيه تحديد الاتجاه وهو كلاعب وموافقته على الاتجاه للاندية الاخرى وبالتالي النادي اي كان على تواصل مع محمود جاد وفي حالة الامور بالنسبة لمحمود جاد ان هي تمشي بشكل تفاوضي جيد والامور تمشي بشكل جيد هيبقى فيه صعوبة جدا على علي لطفي فيه التواجد داخل النادي الاهلي هل هيكون بقى القرار في الوقت ده فسخ التعاقد واعتقد فسخ التعاقد هيكون بطراضي ولا هيبقى علي لطفي المتواجد من ضمن بقى يكون علي لطفي ومحمود جاد ومصطفى شبير يعني الفكر داخل النادي الاهلي هيكون برضو فيه كذا جزئية الخاصة به تواجد مجموعة من الحراس المرمى في الوقت ده بشكل كبير عندك برضو في اخطاء ناشئين مجموعة من الحراس بتصعد الى الدوري او للدرجة الاولى وبالتالي طبعا هتبقى الامور صعبة جدا على علي لطفي وممكن يبقى فيه تفكير بشكل كبير في فسخ التعاقد معي ترجمة نانسي قنقر